المواجهة تقترب ماكرون يعلنها رسمياً أما بوتين ينادي 150 ألف روسي الجنيد في خبر آخر تحدثوا على المملكة المغربية في الوقت الذي تبون مازال في الخطابات البدائية دياله المملكة المغربية كتوصل بصفقة تاريخية من الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً لدعم مغربية السحراء في خبر آخر نفس الخطاب الذي استعمله تبون يجبد له مشاكل مع جامعة الدول العربية وكتعلن على السياء ديالها أما أخيراً أنختم فيديو ديالنا بهذا الخبر هذا المملكة المغربية لجأت للقضاء مرة أخرى وكتحاصر إعلامي إسباني قام بتشهير للمملكة هذه الأخبار ديالنا اليوم إلا كتهمك المواضيع بقام معنا للآخر باشتعف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين وكرام زبار موقع المهاجر أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كما أعدناكم دائماً معكم سوفيا المرزوقي من قناتكم قناة المهاجر بأخير الأخبار وأخير المستجدات ومرحبا بالجميع بدأوا على بركة الله سنبدأوا بأول خبر وهو المواجهة التي تقترب يوماً بعد يوم لكن كما العادة في هذه الحلقة سنتطرقه لأخبار متنوعة منها صفقة تاريخية اللي غادي تكون مبيل المملكة المغربية ومبيل الولايات المتحدة الأمريكية اللي مستمرة في الدعم العسكري للمملكة كذلك غادي نشوفو الخطاب ديال الرئيس الجزائري الأخير اللي خلق مشكل مع الجامعة العربية واللي كتبديل انتعاد ديالها من تصريحات ديال تبون حول مغربية موريطانيا كلام اللي خرجات ترد عليه الجامعة العربية كما قلنا لكم فاش كتكون كتتحدث بعشوائية انتظر يعني الخيبات الأمل وردود الفعل ديال بعض الأطراف اللي غادي ترد عليك أما أخيراً فانختمو الفيديو ديالنا بالقضاء اللي كتلجأ ليه المملكة المغربية من بعد ما جاءت طبعاً للحال للقضاء من بعد ما تستهدفات الشاحنات المغربية اللي كانت كتجيب السلع هاد المرة هادي كاين واحد القضية اللي كانت يعني سابقاً ديال صحفي إسباني واخدات واحد الطابع جديد من بعد يعني معطيات جديدة اللي خرجات والأمر دخل فيه حتى بيدرو سانتيز هدا هو اللي غا نختمو بفيديو ديالنا اعتش يعنيش كنكلكم خليكم معانا للآخر ندهو أولاً بالمواجهة ما بين فرنسا وما بين روسيا فرنسا يعني بدسك تشوف أن روسيا ولا بدسك توضح روسيا أمام الأعيون ديالها كما تحدثنا سابقاً المتابين الكرام ولا بأس نعود ونذكره الإخوان كاملين أن الحرب ديال روسيا مع فرنسا هي حرب يعني اقتصادية داخل دول الساحل وهذا الشي هذا فرنسا بدسك تلمسه بدسك تلمس يعني أنها بدسك تتقصى من دول الساحل اللي كان عندها يعني كانت تعتبرها الحذيقة الخلفية ديالها كترجع لها فاش كتحتاج الموارد الطبيعية كترجع لها في اللحظة اللي بغت ترجع لها فبطبيعة الحال اللهجة ديال فرنسا تجاه روسيا تغييرات تغييرات طبيعة الحال من بعد صيف 2023 من بعد سقوط النيجر من بين الأيدي ديال فرنسا دابا كنشوفو السينيغال غادي على نفس الطريق ما عرفناش موريطانيا تقدر توصل في واحد النهار ما عرفناش شنو غادي وقع كين تغييرات جيوستراتيجية مهمة جداً والأمور بدسك تاخذ يعني طرق متغييرة تماماً على اللي كانت عليه في السابق دابا أنا كنقولها قص الأفريقى في هذه اللحظة هذه يستغلوا هذه الفرصة هذه ديال الكلمة ديالهم توليهم سموعة صافي انتهى زمن يعني استغلال انتهى وهنا بدنا كننلمسوا يعني واحد الأمر إيجابي جداً في هذه القضية إننا ما نشوفوش غير السلبيات نشوفو حتى الإيجابيات رأى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والدول الإفريقية مضطهادت الحقوق وهذا شي هذا ما ننكرره شنو ما يعني تغني بحقوق الإنسان وذلك شي هذاك اللي كتدفع عليها الدول الغربية إلا أن الدول الإفريقية وبالاعتراف ديال الجمعيات حقوقية وبالاعتراف ديال الأوروبيين أصلاً في بلدانهم أن فرنسا دارت ما بغات في تراوض الإفريقية وده بجاة الوقت الإفريقية هذا الوقت الإفريقية إفريقية قطت تأخذ طريقة ديالها وباش ممكن الإفريقية تمشي فطريق صحيح أنا كانت mí فائل بما قام به قال ماكيصال ماكيصال ماخذ حاجها بحدياً في مدينة مراكوش warm واقرر أنه مي قط يعنت الشعب دياله فهذه الطريقة اللي قطت تمشي عليها الشعوب عليهم الإفريقية ككل وهذه الطريقة الصحيحة اللي قطت تنهجها الشعوب الأفريقية ككل طبيعة الحال فرنسا كنت قلتها واحد لمرة وقلت لكم غادي تجي الوقت اللي غا تقول فرنسا عليها وعلى أعدائي ما غاديش تبقى كتفرج وغادي تحاول توجد يعني ولتأخذ العالم لما لا يحمد عقبه هاتشي اللي نقول لناك اللحظة الوسيا كذلك ما يعني ما نقصراش من جهدها وهاتشي هذا اللي كي بين على أن بوتين يعني يستعد يستعد لما هو قادم بوتين كي يستدعي 150 الف روسي الجنيد يعني وهنا فين غادي نفهموه لأن ذاك الأمر دي استعمال أن روسيا في حالة حرب روسيا في حالة حرب الكلمة اللي ما استعملت منذ فبراير 2022 إلى يومنا هذا علاش لأن روسيا كانت تعتبر يعني الأمر اللي قامت به ضد أوكرانيا عملية أسكرية لا ترقى لي حرب لكن دبا روسيا اخدات يعني الأمور على محمل الجد قبل ما نشوفوش قال إيمان والماكرو نشوفو علاش وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو مرسوم بشأن تجنيد العسكري الروتيني في فصل الرابع وغايتم استدعاء 150 الف مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية هنا فاش نقوله الإلزامية يعني كنت دخل في سياق استعدادات وفي سياق الظروف الجديدة اللي راها فيها روسيا طبعا كل دول كتدير هذه المسألة دي الجنيد الإجباري لكن روسيا حاليا بإعلانها حالة الحرب فهي يعني تدخل في إطار استعدادات استعدادات رغم أن بوتين قالها قال أنه لن يعتدي على دول حلف الناطو ومنهم الجوار ديال روسيا الجوار ديال روسيا فعلا دول اللي يعني دخلها تحت ميطلة ناطو قال بوتين أنه ما غاديش يكونوا هدف دياله لكن أي يعني معدات عسكرية تابع الدول أوروبية ولا دول يعني تحت الغيطاء ديال ناطو غتكون هدف له داخل الأراضي الروسية جاء في وثيقة نشرت أمس الأحد على الموقع الإلكتروني الكريملين على الأنترنت تتضمن المرسوم الربيعي سنوي باستدعاء المجندين الذي وقعه الرئيس الروسي وذلك تماشيا مع العرف السائد منذ فترة طويلة ووفقا للمرسوم فإنه سوف يتم استدعاء 150 ألف جندي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 العام بحلول 15 يوليوز تموز المقبل وقد نشرت وزارة الدفاع وثيقة وثيقة انتهاء خدمة الذين أكملوا تدريبهم الأساسي ويمكن للقوات المدربة التطوع للخدمة في الجبهة الأوكرانية ويتردد أنهم يخضعون للضغط للتوقيع على العقد الخاص بذلك يعني المتداول أن هذ الناس اللي نهاوا الخدمة العسكرية كان عليهم ضغوط بشيل تحقوا بأوكرانيا المعروف أنه يتم استدعاء المجندين سنويا بروسيا في الأول من أبريل من سال الخدمة في الجيش لمدة 12 شهر كما يجري استدعاء مماثل خلال الخريف وكانت وزارة الدفاع قد أصدرت سابقا تأكيد أنه لن يتم إرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا وفي شتنبر أيلون الماضي وقع بوتين أمرا باستدعاء 130 ألف في حملة الخريف وخططت روسيا في الرابع الماضي الجنيد 147 ألف وتلزم روسيا جميع الرجال بأداء خدمة عسكرية لمدة عام أو الخضوع لتدريب عسكري معادل أثناء دراستهم الجامعية اعتبارا من سن 18 عاما وفي يوليوز الماضي صوت مجلس نواب الروسي على رفع الحد الأقصى لسن جنيد الرجال إلى 30 سنة بدل 27 سنة كانت غير 27 سنة فرفع 30 سنة وهذا دليل على أن روسيا وضع أمام الأعين ديالها كل السيناريوهات المحتملة فيما أن فرنسا كذلك بأوامر ماكرون طبعا الحال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو خرج وصرح أن باريس تعتزم تزويد أوكرانيا في حربها مع روسيا بحزمة مساعدات جديدة تشمل مئات من العربات المدرعة والسواريخ المضادة للطائرات وقال لوكورنو في مقابلة مع صحيفة نشرت في وقت متأخر يوم السبت الماضي للسيطرة على خط أمامي واسع مثل هذا يحتاج الجيش الأوكراني على سبيل المثال إلى مركبات الفاب الخاصة هنا إنها ضرورية جدا لتنقل القوات مركبات قديمة لكنها صالحة للعمل وقت تعتزم فرنسا أنها تزيد تزويد أوكرانيا من غير باقي الدول الأوروبية يعني بواحد طريقة يعني غير مسبوقة فرنسا بغا تزيد تزويد الأوكرانيين بالأسلاحة وتحديدا من بعد طريح ديال إيمانو والماكرو اللي كان يعني أثار الجذل أنه مستعد يبعد حتى الجنود الفرنسيين لأرض المعركة وهذه أول مرة منذ بداية الحرب ديال روسيا على أوكرانيا يخرج يعني رئيس أوروبي تابع لحلف الناتو يحكم دولة قوية عندها النووي ويقول أنه مستعد يبعد الجنود الفرنسيين لأرض المعركة وهذا الشيء هذا اللي خلال بوتين يكون أكثر حضر ويزيد يعني من الحضر دياله أكثر فأكثر وكان ظلنا أن هذه الأمور هي اللي خلال بوتين يعلن على أنه في حالة حرب أمر غير مسبوغ اللي وقع بطبيعة الحال منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا دوزون الخبر الموالي متعين الكرام وهنا قد نمشيوا للمملكة المغربية كما عرفتوا الإخوان المملكة المغربية وقلتها قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية كتصادق على أسلحة يعني المملكة المغربية عمرها ما صدقت عليها في التاريخ وهذا هو العمل الحقيقي لأن علاش إلا شفنا التصريح أو الخروج الصحفي ديال الرئيس الجزائري كان كله شعباوية كله قرر بتشوف أجي نديره أجي نفعله إحنا اللي ما كنركعوش إحنا اللي ما تنديروش في حين مملكة المغربية ملتزم الصمت لكن التزام الصمت لا يعني أنك تكون حذر لأن الجوار ديالك متوتر وفعلا هناك توترات داخلية داخل الجزائر درجة أن هناك حديث عن انقصام داخل مؤسسة الجيش الجزائرية هناك من يوالي للشرق وهناك من يوالي للغرب يعني هاتش علاش بساف ديال الأحيان غدي نشوفه مرة غدي نقوله الجزائر واشتابع الشرق مرة نقوله واشتابع المؤسكر الغربي دائما هناك خلافات داخل الجزائر فهناك من يريد حرب مع المغرب هناك من لا يريد الخوض في هذه المسألة هذه كين يعني تخبطات داخل الجزائر فهنا المملاكة المغربية مخصاش تنتظر ونفي نكتبان يعني حسن النية ديال الدول الغربية ما يمكنش يعني انتع عندك جوار كيخرج بتصريحات الرئيس ديال الجوار هذا كيخرج بتصريحات عدائية ضد المملاكة فكان يعني في قلب أمريكا أصوات يعني تطالب بتسليح المملاكة المغربية طبيعة الحال في الأيام الأخيرة كشتو شحال دي المعدات تصلس بها المملاكة المغربية لكن هناك صفقة عسكرية ضخمة ما بين الولايات المتحدة والمغرب في الانتظار أولا نشوفه كيف اجتمكن المغرب من الحصول على العديد من الأسليحة الأمريكية ذات الفعالية الكبيرة على المستوى الميداني بعدما وافقت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن على تمرير تلك الصفقات في السنوات الأخيرة وهي في غالبيتها أسليحة برية وجوية تستخدمها القوات المسلحة المغربية في الرد على المناوشات العسكرية لجبهة البوليزاريو في الصحر وفي هذا السياق قالت صحيفة البروفينسيا الإسبانية إن صفقات السليح التي صادقت عليها إدارة بايدن لصالح المغرب في السنوات الأخيرة كانت موجهة لتدعيم ترسان العسكرية المغربية لمواجهة تهديدات التي تخلقها جبهة البوليزاريو مما يشير إلى وجود دعم عسكري أمريكي للمغرب في قضية السحر أضاف المصدر ذاته أن الصفقة الأخيرة التي وفقت واشنطن عليها لصالح المغرب تتعلق بمنظومة سواريخ جابلين وتضم 612 قديفة من طيراز جابلين ومئتين وحدة إطلاق إضافة إلى العديد من المؤدات العسكرية الأخرى المرتبطة بهذا النظام الساروخي هي موجهة للاستخدام ضد جبهة البوليزاريو وحسب الصحيفة الإسبانية فإن المبرر الأمريكي الذي يشير إلى أن بيع هذه المنظومة الساروخية للمغرب سيدعم سياسة خارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في الناتو هو مبرر لا يخفي الدعم الأمريكي للمغرب في قضية السحر وتجدر الإشارة في هذا السياق أن العديد من تقارير الإعلامية الدولية نشرت سابقا تحدثت عن تزايد الدعم العسكري الأمريكي للمغرب خلال فترة جو بايدن مقابل تراجع نبرة واشنطن السياسية في قضية السحر حيث تراجع الدعم الصريح على المستوى السياسي وتم تعويضه بدعم عسكري على المستوى الميداني وفي هذا السدد كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت في يونيو الماضي منح 500 مركبة عسكرية المغرب في إطار برنامج إيدا الذي تمنح بموجبه واشنطن الفائد من آلياتها العسكرية لفائدة دول حليفة وقد وفقت الخارجية الأمريكية على هذه المنحة مباشرة بعد انتهاء تمرين الأسد الإفريقي التي احتضنها المغرب خلال ذات الشهر وحسب مصادر متخصصة فإن هذه المركبات ستساهم في الرفع من القدرات العسكرية البرية للمغرب كما يمكن للقوات المسلحة الملكية المغربية استخدامها في السحراء المغربية من أجل مواجهة التحرشات التي تقوم بها العناصر الانفصالية تابعة لجبهة البوليزاريو هنا قد نفهمه علاش الرئيس جزائري قال لك أن قضية السحراء مخصاش تحل بالقوة وخصات تحل بالعقل دابون لو كيتحتوا على العقل حيث عرفوا أن المملكة المغربية أقوى وبكثير لكن هذا كله كوم والصفقة العسكرية الضخمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب يعني كوم آخر كشفات وزارة الدفاع الأمريكية على صفقة جديدة تهم دعم استدامة وتحسين قدرات طائرات الـ F-16 المغربية في الصفقة كجزء من سلسلة من الصفقات الدفاعية التي تعزز القدرات العسكرية للدول المعنية في المنطقة وتشمل الصفقة مجموعة شاملة من الخدمات الفنية والهندسية تتضمن دعم السيانة الدورية وتحسين القدرات وضمان سلامة نظام طائرات في إطار برنابس استدامة مقاتلات الـ F-16 الذي يهدف إلى مواجهة تحديات مختلفة التي تواجه تقوية واستمرار عمل هذه الطائرات الحديثة تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن قيمة الصفقة تفوق 33 مليون دولار أمريكي وتستفيد منها العديد من الدول الأخرى بالإضافة إلى المغرب مما يعكس دور الإقليمي الهام للمملكة المغربية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في حين جزائر رفعت من ميزانية الدفاع ديالها الـ 21 مليار دولار ومازالش نقريحك يدور من معرض عسكري لمعرض آخر يبحث عن معدات عسكرية ومازال ما عرفش لاش غادي يوصل وشنو غادي يختاني هذه الدولة اللي كتهدد قال لك الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية هناك حديث عن إمكانية نشوب مواجهة عسكرية ما بين الجزائر وما بين دولة في الجيوار تكون إياها الدولة هذه معرفناها واش مالي واش المغرب واش شي عدو جديد غي يختلقوه في المنطقة الله أحلم المهم هو أن هناك تقارير إعلامية كتقول أن السبب الأساسي وراء تعجيل انتخابات الجزائرية لسابع من شتنبر عوض دجنبر كانت هي في الأساس مواجهة عسكرية غادي وراء الانتخابات المباشرة هذا هو الحديث الرائج وذي التقارير الإعلامية المنتشرة مؤخرة لكن احنا ما غاديش نستهلكوا الإعلام ديالهم وما غاديش نستهلكوا هالتقارير الإعلامية طبيعة الحال أهم شيء خاص هو أن المملكة المغربية تكون مستعدة لأي سيناريو وهذا شيء هذا اللي كتقوم به المملكة المغربية صفقة وراء صفقة يعني قليل من الكلام والكثير من العمل هذا شيء هذا اللي يقدر يضمن لك السيادة ويضمن لك طبيعة الحال استمرارية ديال الوجود ديالك وديال القيم ديالك اللي كتدفع لها وإحنا طبيعة الحال عارفين البارح جبت لكم في المباشر شعب مغربي من مدينة الداخلة مش يشوف المحتجزين في تيدوف اللي من العائلة دياله وكان يجبر على يعني الترب في المملكة ورفض الملكية وعندة أمور هنا قد نفهمه على أن الملكية خلق لهم واحد الهاجس خلق النظام العسكر هاجس هذا هو سباب العداء ديالهم للمملكة المغربية لكن هذا مشي بيدهم الشعب المغربي هو من يريد هو من يقرر رفقة الملك والمؤسسات ديال المملكة المغربية وخيعيه ما يحرضوا ما يمولوا ما يديروا اللي يبغاوا ما غديش يوصلوا لأغرب دياله دوزل الخبر الموالي متعيني الكرام ونقدر نبقى مع الخرجة الإعلامية المتيرة للجدل للرئيس الجزائري واللي من خلالها قال واحد الكلام اللي الجامعة العربية تبذي امتعاضها منه وهو حول مغربيات موريطانيا وعدم وجود قرار عربي حول الصحراء هذه كلمات اللي قالها الرئيس الجزائري ولكن قُبلت بامتعاض من طرف الجامعة العربية فحسب موقع الصحيفة المغربي علم بأن الصريحات المثيرة التي أدل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خرجته يوم السبت أثارت انزعاجا شديدا في أروقة جامعة الدول العربية خصوصا في شقها المرتبط بحث استحضار رئيس الدولة الجزائرية لقرار سابق يهم الاعتراف بسيادة المغرب على موريطانيا الذي فرضه سياق تاريخي معين في ظروف معروفة وفق تعبير مصادر دبلوماسية مسؤولة أعربت عن أسفها حيان هذه التصريحات ومحاولة إقحام جامعة في ملف الصحراء المغربية من خلال المقارنة وأبدأت فصول الحكاية وبدأت أعتذر فصول الحكاية بتصريح جديد أدل به الرئيس عبد المجيد تبون خلال مروره يوم السبت في حوار خاص على القنوات الجزائرية الرسمية قال فيه إن قضية الصحراء هي قضية في استعمار ولو تم استعمال منطقة منطق العقل بدل منطق القوة لتم إيجاد الحل قبل أن يضيف أنه لا يوجد قرار الجامعة العربية حول سيادة المغرب على الصحراء ولم يكتفي تبون بهذا بل عاد ليعزف على ذات الوطر الحساس من جديد وهو يقول إن قرار الجامعة العربية القديم بالاعتراف بسيادة المغرب في موريطانيا لا نحاسب عليه لأننا لم ننال استقلالنا بعد حينها مضيفا تشرذم الدول العربية يكفي ولا أريد أن أزيد الطينة بل بالتعليق على اعتراف الجامعة العربية بسيادة المغرب على أراضي موريطانيا وفق تعبير تبون وهو يحاول ربط موضوع دعب مجلس الجامعة العربية للمغرب في دعواه بضم موريطانيا في سياق تاريخي معين بميلف الصحراء المغربية وإقحام اللا مقارن وفق تعبير ذات المصدر وبناء عليه توجهت صحيفة صوب جامعة الدول العربية للتحقق أولا من مزاعم الرئيس الجزائري بشأن غياب قرار حول سيادة المغرب على الصحراء فكان أول باب تطرقه هو مكتب حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الذي أكد في جوابه على مراسلة كتابية للجريدة بأنه لا يوجد أي قرار متروح في جدول أعمال جامعة العربية حول موضوع الصحراء ولأن هذا الجواب المقتضب وإن كان مباشرا وواضحا لا يجيب البتة على أسئلة مستفيضة بهذا الخصوص سيما وأنه مقترن بواجب تحفظ ومواثيق معينة خصوصا في هذه المواضيع الحساسة ذات العلاقات بسيادة دول الأعضاء توجهت صحيفة صوبة مصادر مسؤولة أخرى لبحث تفاصيل أكثر في الموضوع وبناء عليه أكدت مصادر ديبلوماسية في جامعة الدول العربية بأن صد التصريحات التي أدل بها الرئيس الجزائري بلغت أروقة الجامعة وقد عبر عدد من مسؤوليها عن عدم رضاهم عنها بتاتا الدول الأعضاء والبالغ عددهم 22 دولة عربية وإسلامية المصادر ذاتها والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب مهنية مرتبطة بالأعراف الدبلوماسية أكدت أن الجامعة ومنذ سأسيسها ضلت ذلك البيت الذي تحتمي فيه الدول العربية الأعضاء للتعبير عن مواقفهم وقضاياهم كما تقوم بدور تنصيق وتلثيق الصلاة والتعاون ودعم قرارات الدول الأعضاء والتصديل الأزمات من خلال منعها أو التعاطي معها بفعالية وكل ذلك تحت لواء واحد هو الحفاظ على سيادة الدول العربية الأعضاء واستقلاليتها باعتبار هذه السيادة أعلى من سيادة المنظمة ذاتها ورجعت المصادر ذاتها إلى موضوع الاعتراف بسيادة المغرب على موريطانيا الذي ذكره الرئيس جزائري في تصريحه ويرجع لتاريخه إلى انعقاد مجلس الجامعة العربية في مدينة شتورة بلبنان عام 1960 ليوضح بأن هذه المساندة فرضها سياق تاريخي معين وظروف معروفة وحينما اتفق المغرب وموريطانيا على إجراءات محددة لتقسيم السحراء بينهما تمخضت عنها اتفاقية مضرية ثلاثية ولجأت مواكشو الجامعة عام 1973 كنتيجة لذلك وانتهى الموضوع وهذه التفاصيل تعريفها جميع الأطراف فجاء تبون يخربق في الماضي وبطبيعة الحال غضي يخلق أزمات جديدة وغضي يواجه أزمات جديدة هتواجه الجزائر أزمات جديدة من بعد تصريحات الآخرة ديال عبد المجيد فهذه هي طبيعة الحال الخدمة اللي كتقدم الجزائر المملكة المغربية كل مرة كيخرجها تسيد هذا يتحدث إلا وكتزيد الدعم الموقع دي المملكة المغربية وكيزيد يبين للعالم أن المملكة المغربية على صواب والجزائر على خطأ في العهد ديال بوت فلايقة كان ملتزم الصمت وما كانش يهضر بزاف وما كانش يفتح فرصة للعالم يعرف الحقيقة ديال الجزائر لكن هاد المرة هذي من بعد يعني صعود عبد المجيد وهو كيعطيف الفرص للمملكة المغربية حتى العالم عرف مع من حشرون الله سبحانه وتعالى في الجوار نزول الخبر الأخير المتابعين الكيرام باش نختموا الفيديو ديالن هذين تحدثو على الإعلام الإسباني وغذين يمشيوا تحديدا الواحد الصحفي اللي كيتسمى سيمبريرو واللي كيشتغل في جريدة الكونفيدنسيال الإسباني واللي استهدف للمملكة المغربية غير ما مر في اتهامه للمملكة المغربية بتجسس عليه كشخص وعلى رئيس الحكومة الإسبانية وعلى وزير الدفاع ووزير الداخلية وهذي يعني تهم للفقها للمملكة المغربية بدون أي إتباتات طبيعي الحال كذلك جريدة ليوموند الفرنسية اللي رفعت المملكة المغربية عليها دعوة في المحاكم الفرنسية لكن المحاكم الفرنسية قررت أنها تغلق القاضية فأنا كنت نشوف يعني أن ماذا بفرنسا غلقت القاضية كانت على المملكة المغربية توجه للقضاء الأوروبي لأنها أنتما كيف ماشته مؤخرا تم استهداف الشحينات المغربية ومباشرة من بعدما يعني جمعية المغربية ديال ناقلين ولشركات النقل المغربية توجهات القضاء الإسباني حبست يعني الموجة ديال العداء ضد السلع المغربية فخص القضاء ضروري خص لوجوء القضاء ما راح ناش كان يعيش في الغابة يشد أي صحفي اللي بغا كيف مبغا ويخرج يشهر بالطريقة اللي بغا ضاربا في عرض الحائط يعني الأخلاقية ديال المهنة ما يمكنش به الطريقة هذه الأمور ما قتعلش به الطريقة هذه فبطبيعة الحل القضاء هو الحل فالمغرب يشديد الخناق على قضايا قضائيا على الصحفي الإسباني سيمبريرو تزويد المحكامة بأدلة وقع عليها بيدرو سانتيز من بعدما طبيعة الحل المملكة المغربية يرفع سدعوة ديالتشهير بقى واحد الفراغ لكن مؤخرا بنت واحد الوثيقة جديدة واللي وقع عليها بيدرو سانتيز المحامون ديال المملكة المغربية مشاو للمحكامة وضعت المملكة المغربية الصحفي الإسباني الشهير بإيغناسيو سيمبريرو في مأزق في مأزق كبير حين قام محامو المغرب بتوسيع نطاق الدعوة القضائية بالتباهي ضد سيمبريرو عبر تزويد المحكامة بأدلة ووثائق تشمل تقرير وقع عليها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيز التقرير هذا كنت يلا تحددت عليه مؤخرا وهو اللي كبرأ المملكة المغربية من التجسوس والتي كان يتهم بها ذات صحفي المغرب وكانت سببا في جره إلى القضاء وكان سانتيز صدق نهار 19 مارس الجاري على التقرير السنوي لوزارة الأمن الداخلي برسم سنة 2023 وهي هيئة تابعة لرئاسة الحكومة ويشير إلى أن دولا مثل روسيا والصين تجسست على إسبانيا لكن لا يوجد ذكر للمغرب سنة 2023 خرج التقرير هذا يؤكد على أن فعلا كانت هناك أعمال سميت بالعدائية من طرف روسيا ومن طرف الصين على إسبانيا وما كانش المملكة المغربية أفادت صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية أنه وفقا لمذكرة المحامين التي أرسلت مؤخرا إلى محكمة مدريد الإقليمية فإن هذا التقرير الشامل الجامع يستبعد أي نوع من تجسوس من قبل المملكة المغربية في الأراضي الإسبانية ومن الواضح حسب دفاع المملكة أنه من خلال إدانة تعرضه للتجسوس باستخدام برنامج بيغاسوس الخبيث فإن سنبريرو يضع نفسه مرة أخرى في موقف مختلف كضحية للمملكة المغربية وكان المغرب قد رفع دعوة قضائية ضد الصحفي الإسباني إيغناسيو سنبريرو وذلك بتهمة إلحاق الأذى الدبلوماسي والاقتصادي للمملكة على خلفية نشره ادعاءات لاستخدام المزعوم لبرنامج تجسوس بيغاسوس وكلفت المملكة المغربية حينها محاميا في إسبانيا لمباشرة إجراءات وضع دعوة قضائية ضد الصحفي الإسباني أمام العدالة الإسبانية من أجل الإنصاف من الأضرار الدبلوماسية والاقتصادية التي لاحقت بالمغرب جراء الحملة الشهيرية التي قادها الصحفي منذ مدة ضد المملكة المغربية من خلال ادعاء استعمال برنامج تجسوس الإسرائيلي بيغاسوس فهذه الادعاءات التي كانت ضد المملكة المغربية لطالما كنت تقولها كانت خطة من منهجة كانت أطراف خارجية كانت تغدي يعني هذه الحملة تشويهية الصورة للمملكة المغربية وكان فيها أهداف كان ممورها أهداف ليدرب العلاقات للمغرب مع الجوار لهم ككل وتصوير للمملكة المغربية كذولة معتدية أولا كذولة تجسوسية وكما قلنا لكم هادش هادا كيسبب يعني خسائر دبلوماسية وخسائر مادية وتشويه السمعة ديال المملكة ككل فكنشوف أن القضية فعلا غاذية في المصار ديالها بعكس ما وقعها في فرنسا تمت أرشفت القضية مباشرة يعني بعد ما ترفعها ضد جريدة للموند تأرشفت بسرعة حال هذه تلجأ للقضاء الأوروبي وإنما نصفاش القضاء الأوروبي تلجأ للقضاء الدولي لأننا طبعا الحال ما كنعيشوش في السيبة واللي يجأ يقول اللي يبغى وإلا غاليتولي المملكة المغربية مستهدفة من جميع الجهات علاش لأنكين وراء القضية هذه من هو وراءها هذه الأخبار تنا اليوم تبني تكون لقاتكم ومتبني بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كنشكركم على حسن المتابعة الانتمام ديلكم والدعم ديلكم المتواصل لقناتنا ونشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر وموضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال يمتون في رعاية الله السلام عليكم